طيب نروح معي للملف التاني وانا والله قدر الامكان بحاول يعني ابعد عن الملف ده كل فترة يعني بس انا كل ما ابعد كل ما هما بيقربوا كل ما بحبش اتكلم كل ما هما بيعملوا حاجة عشان نتكلم يعني عشان بس اللي هس ما تحسش اللي احنا مستقصدين التحكيم او لجنة الحكام او المباراة بس ممكن تكون بتخص الاهلي فمش هنتكلم علي حاجة تانية لا احنا بنتكلم على المنظومة بشكل عام ولكن او حظكم عاية كل ما بحاول ابعد عن ملف التحكيم لازم تحصل حاجة تخلينا وتكبرنا على اللي احنا نتكلم في ملف التحكيم مباراة امبي بيلعب فيتشار في دور الستاشر في كأس مصر طبعا دور الستاشر بتقنية الفيديو بتقنية الفار لان امباراة كانت فيه مباراة تاني مؤجل من دور الاثنين وثلاثين فالناس كانت مستغربة ازاي ده بدون فار وده في فار فلا ده 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 نظام وده نظام هو الاتحاد عامل كده يعني او بناء على طلب لجنة الحكام بالمناسبة عشان مظلمش مجلس دارة الاتحاد هو اللجنة اللي كانت طالبة كده ان دور الاثنين وثلاثين يتلعب بدون فار عشان يدوا عناصر الصغيرة او الحكام الصعادين فرصة انهم ما يلعب ولكن طائم الحكام اللي ادار مباراة امبي وفيتشار بالامس حكم ساحة الكابتن نادر امر الدولة وده ادار مباراة على فكرة اكتر من حكام الدوليين ما علينا اهاف فخري مساعد اول احمد زيدان مساعد تاني سامي حسين حكم رابع محمد سلامة ميدو حكم فار ومساعد فار احمد جابر طيب ده حكام مباراة امباراة مش هكلم بقى على فكرة موصوات جينيس للارقام القياسية واللي احنا امبارح لعبنا ثلاث ساعات ونص يعني امبارح المباراة يعني دخلت موصوات الارقام القياسية بدأت مساء الاحد انتهت قبل ساعات قليلة كده من فجر يوم الاثنين ما تسأليش ازاي ولكن ده اللي حصل بل كمان حصل حاجة غريبة جدا ده قبل ما خش في سياق الموضوع ده كل ده بس انا لسه ايه يعني ايه بدردش معاكم قبل ما ادخل في سياق الموضوع كان فيه وقت ضايع او المباراة وقفت شوية بسبب مشكلة في تقنية الفيديو وكان الحكم الفار استدعى حكم الملعب فلما استدعى جي يبص على اللعبة الفار كان فيه مشكلة او الشاشة فيها مشكلة بس لما تم الاستدعى خلاص لازم الحكم يبص على الحالة ما فيش حاجة اسمها الفار مش شغال فبالتالي انا مش ابص على الحالة طالما تم الاستدعى لازم يبص على الحالة فالده مباراة ادي بقى هل الخمسة وعشرين دي ادي وقت بضل ضايع لا مش وقت بضل ضايع لان انا مباراة سمعت الناس كتيرا بتتكلم ان ده وقت بضل ضايع يا جماعة لا هو الحكم وقف المباراة بسبب ان دي فيه واقعة معينة لازم يبص عليها في تقنية الفيديو وبالتالي لما التقنية تعطلت فالمطشة تم ايقافه مداش وقت ضايع تم ايقافه يعني المباراة مثلا مثلا يعني ويفت عند الدياة مثلا سبعين وفي ضلنا مثلا تلاق وقفين تلت ساعة فلما جاء يستانف هو بيستانف من الدياة سبعين بس ده مش وقت ضايع هو بيكمل الوقت عشان بس الناس تبقى وقدة بالها من فكرة برضو رفع الشاشة كده ويقول لك 25 ديئة وقت ضايع طيب الحالة ما ايه اللي حصل فيها او الوقعة اللي عملت الازمة وخلت المباراة فيها مشاكل وانبي كان عايز ينسحب وحكم خط قرار انا بصراحة مش قادر اتخيل حكم بكم المباراة اللي قادرها السنة دي في الدوري والسنة اللي فاتت يخطأ هذا الخطأ الفادح بصراحة يعني مع كامل احترامي للكابتن نادر امر الدول الكورة خبطت فيه وراحت لفريق فيوتشار ودخل بهاجمة وعدة داخل منطقة الجزاء وراحت هدف يا كابتن نادر مش محتاجة فار انت احساسك الكورة خبطت فيك لمستك ولا ما لمستكش يعني الصورة بتقول ان يا لمستك والكورة شفناها ان يا غيرت اتجاهها فالمفروض انت من جواك انت شاف الكورة خبطت فيه فهلاص تأمل ايقاف للعب وتستقنف باسقاط ولكن انت اديت هدف هيق القورة قدامكم على الشاشة هي طبعا انت عارفين يعني الحقوق مش معنا فمش هينفع ان نستعرض الفيديو بتاع الحالة ولكن كلكم عارفين وشفتوها ومبارح اللي ملوش في القورة حتى تفرج يعني عشان يشوف ايه اللي بيحصل في ستاد بيترو سبورت القورة خبطت فيه طيب جي الكابتن محمد سلامة ميدو تبقى للبروتوكول بتاع الفار استدعى الحكم استدعى الحكم طيب هل الاستدعاء ده سليم ولا من سليم اولا الاستدعاء ده سليم ليه انا اشبقى بقى وجهة ناظر انا سألت نص يعني محاضرين دوليين في التحكيم ونص فهم قانون قويس جدا منهم واحد او اتنين في مصر ونص من بره مصر طالما هدف لازم بروتوكول لازم حكم الفيديو يدخل ويستدعى الحكم اصل القورة اصفرت عن هدف والاهداف من ضمن البروتوكول بتاع الفار اللي نص عليه الايفاب وهنا عارفين ان البروتوكول بيتكلم في حالات محددة مش من ضمنها الاسقاط ومش من ضمنها رامة التماس ولا استيناف اللعب سوري مش الاسقاط مش من ضمنها استيناف اللعب لكن الكورة هدف ضرب الجزاء حال الطرد هوية اللاعب اللي ياخد الطرد مين كل ده البروتوكول بينص ان الفار يستدعى حكم الملعب استدعاه وكانت المفاجأة ان الكابتن نادر امر الدولة اعتبر ان مفيش خطأ حصل وحسب الكورة جون ودي بالنسبة لي وبالنسبة لاي حد فهم تحكيم او بيتفرق حتى على الكورة حاجة كارثية وخطأ كبير جدا طب انا بقول لكم ده مش كلامي وانتو كمان ممكن تسمع اراء محللين كتير تقولي الكلام ده طب ما تيجي نشوف القانون بيقول ايه المادة تسعى في القانون القورة داخل اللعب وخارج اللعب القورة خارج اللعب عندها انا استعرض المادة رقم تسعى من قانون القورة بتقول ايه تجاوز القورة بكاملها لخط المرمى او خط التماس سواء على الارض او في الهوى اقاف اللعب من قبل الحكم تمام اذا لمست احد الحكام وبقت في ارضية الملعب لو القورة لمست احد الحكام وبقت في ارضية الملعب وكان احد الفرقين كانت بدأ هجوما واعدا توجهت القورة مباشرة الى المرمى انتقلت القورة عن الفريق الذي كانت بحوزاته يعني كل ده بينطبق لحالة مبارح فبالتالي الفرق استدعاءه سليم وفي جميع هذه الحالات يستأنف اللعب باسقاط القورة فمبارح القرار اللي اتخذوا الكابتن نادر امر الدولة قرار كارسي وخطأ فادح في تطبيق القانون وقرار الفرق كان سليم بنسبة 100% طب نروح بقى للكواليس دي الوصف لحالة مبارح والقانون بيقول ايه والبروباجندة اللي حصلت مبارح شرحنا لكم ايه كواليسها وتفاصيلها طب طب طبعا اللي حصل بقى في التقنية والعطل ومش العطل بصراحة يعني دي حاجة بنتأسف عليها بصراحة ماينفعش الكلام دي يحصل بصراحة في المسابقات المصرية بالشكل ده